محافظة المثنى محافظة المثنى أكملت المرحلة الأولى من مشاريع صندوق الاجتماعي الذي ترعه وزارة التخطيط والنموال من البنك الدولي والآن يجري لإعداد المرحلة الثانية التي أكملت مقترحات جميع القرى وتم إعداد الكشفات والآن في طور إعداد الإعلان والمناقصات ليتم تنفيذ المشاريع في عشر مناطق مختلفة في المحافظة ضمن عام 2022 المرحلة الأولى تضمنت أكثر من خمسة مليار دينار في تنفيذ تقريباً أكثر من عشرين مشروع في تسع مناطق في مختلف الوحدات الإدارية في المحافظة الآن يجري تنفيذ بحدود أكثر من سبعة إلى ثمانية مليار دينار في عشر مناطق ضمن محدات إدارية هي الأكثر حاجة والأكثر فقراً من بين مناطق المحافظة المشاريع توزعت على قطاعات التربية مدارس والمراكز الصحية وشبكات الماء والطرق